موسيقى تمسك حكومي بسلام يبدأ بوقف حقيقي لإطلاق النار وواشنطن تعرب عن صدمتها للهجمات الحوثية الأخيرة على مأرب موسيقى الأمم المتحدة تقول إن هجمات الحوثيين تشكل تهديدا مباشرا على حياة ملايين اليمنيين والميليشيا تقصف منازل سكان في الحديدة موسيقى وزير الداخلية يشدد على تماسك الأجهزة العسكرية والأمنية في سوقطرة موسيقى أهلا بكم إلى نشرة التاسعة من قناة يامن شباب معكم أنا مروى السوادي وشام أزياد وإليكم التفاصيل حثو قال المبعوث الأمريكي إن حكومة بلاده أصيبت بصدمة من الهجمات التي شن الحوثيون على المدنيين في مأرب خلال فترة تواجد الوفد العماني في صنعها وأكد أن واشنطن تدين هذه الهجمات بشدة وأعرب ليندر كينغ عن تقدير الولايات المتحدة لما تبديها الحكومة اليمنية من تعاون وطعط إيجابي مع مبادرات أحلال السلام في اليمن مؤكدا أن الزخمة الدولية جاد في استعادة المسار السياسي ومن ذلك فرض عقوبات اقتصادية على الكيانات المرتبطة بإيران والتي تمول الصراع في اليمن كما شهد المبعوث الأمريكي بجهود الحكومة في التعامل مع التحديات القائمة وأكد أن الإدارة الأمريكية ستقدم الدعم لها خاصة في الجوانب الاقتصادية ليندر كينغ أعرب عن تطلعي في أن تثمر النقاشات القائمة في الرياض لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بكل جوانبه وتعزيز الاستقرار في اليمن ومن جهتها شددت الحكومة اليمنية على التماسك بوقف إطلاق نار حقيقي لإحلال السلام واعتبرت تصعيد الحوثية في مأرب مؤشرا سلبيا وردا عمليا على كل الجهود الأممية والدولية للدفع بعملية السلام وقال رئيس الحكومة معين عبد الملك خلال لقائه اليوم في الرياضة المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ قال أن ميليشيا الحوثي تضاعف من تصعيدها واستهدافها للمدنيين مع كل تحركات نحو السلام وقد كان آخر ما قامت به الجريمة الإرهابية البشعة التي ارتكبتها بحق المدنيين في مأرب بالتزامن مع زيارة وفد من سلطنة عمان إلى صنعاء رئيس الوزراء شدد أعلن أي مسار سلام ينبغي أن يبدأ بوقف إطلاق نار حقيقي والتزام كامل بمقتضايات السلام بإشراف ورعاية أممية ودولية وقال أن الميليشيا حتى لو سجابت للضغوط الدولية للذهاب في مسار السلام ستستخدم هذا الأمر كما في التجارب السابقة لعادة بناء قواتها وإشعال الحرب مجددا ونوها عبد الملك بالعقوبات الأمريكية المفروضة مؤخرا على كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وتساهم في تمويل الميليشيا الحوثية الانقلابية وأكد أن ذلك تطور مهم مشيدا في السياق بالموقف الأمريكي الواضح في تسمية الطرف المعرق لمسار إنهاء الحرب ذو كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد رحبت في بيان بالجهود التي تبدلها سلطنة عمان لدعم السلام في اليمن ونوهت بجهود سعودية للدفع بتنفيذ مضامين اتفاق الرياض باعتباره أمرا ضروريا للإستقرار والأمن والإزهار في جنوب اليمن وأشار البيان إلى أن المبعوث الخاص الذي بدأ اليوم جولة جديدة إلى المنطقة سيواصل الضغط من أجل تدفق الحر للسلع الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى اليمن وفي جميع أنحاء البلاد من جهة ثانية حملت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثيين الإرهابية المسؤولية الكاملة عن عرقلة وإفشال الجهود الدولية الرامية لإحلال السلام والإستمرار في حربها العبثية وجدد مندوب اليمن الدام لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي التأكيد على دعم الحكومة الكامل للمبادرة الحالية لإنهاء الصراع والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية وترحيبها أيضاً بالمبادرة الأخيرة التي قدمت السعودية لإنهاء الأزمة والدور الذي تلعبه سلطنة عمان والتي تقوم على وقف إطلاق النار الشامل كأهم خطوة إنسانية وقال السعدي إن الحكومة عبرت عن انخراطها الإيجابي وتعاطيها مع هذه المقترحات وكافة تلك الجهود والمساعد دبلوماسية وسياسية وإبداء المزيد من المرونة وتقديم المزيد من التنازلات الواحدة تلو الأخرى حرصاً منها على حق ندماء اليمنيين وإنهاء معاناتهم الإنسانية المستمرة والوصول إلى سلام شامل ومستدام مبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها السفير السعدي شار إلى أن الميليشيا قابلت هذه المواقف الإيجابية بمزيد من التصعيد والهجوم الوحشي على مأرب التي باتت تشكل أكبر تجمع للنازحين واستمرارها في قصف الأحياء المدنية ومخيمات النازحين في المدينة من صواريخ الباليستية والطائرة المسيرة ومختلف أنواع الأسلحة الثقيلة بما في ذلك استهداف المدنيين والأعيال المدنية في السعودية ورفضها القبول بإعلان وقف إطلاق النار الذي دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة ورحبت بها الحكومة اليمنية والتحالف العربية وفي السياق أكد وزير الخارجية وشؤون المقتربين أحمد عوض بن مبارك استمرار ميليشيا الحوثيين الإرهابية في رفضها لكل المبادرات الرامية إلى إعلان وقف إطلاق النار وقال بن مبارك خلال مشاركته في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة قال أن استمرار تصعيد الحوثيين وتواصل عملياتهم العسكرية في مدينة مأرب يمثل دليلا واضحا على رفضهم للسلام وعرقلتهم لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب في اليمن ويؤكد على تبعية وارتهان الميليشيا للنظام الإيراني ومشروعه التدميري في المنطقة بن مبارك كده على أن إنهاء الحرب في اليمن وتحقيق السلام الشامل والعادل يصب في مصلحة أمن واستقرار كافة دول المنطقة مجددا في سياق اتهامه للميليشيا بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية وسرقتها وتحويلها لخدمة مجهودها الحربي وافتعالها العديد من الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرتها وتشجيعها للسوق السوداء التي تستغلها لتمويل عملياتها العسكرية والإثراء غير المشروع لقياداتها وكان مارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ قد أكد أن هجمات الميليشيا الحوثية الإرهابية تشكل تهديدا مباشرا على حياة ملايين اليمنين من بينهم أكثر من مليون شخص فروا من ديارهم ولجوا إلى داخل مدينة مارب وفي محيطها وشر لوكوك في آخر إحاطة له في منصبه إلى سقوط العشرات من المدنيين في هجوم نفذت ميليشيا الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيرة في العاشر من ينايو الجاري في مارب كما أحدثت الانفجارة أضرارا في مكان قريب يقيم فيه عمال إغاثة المسؤول الأممي قال أن الهجمات الصاروخية والاشتباكات وعمليات القصف استمرت في مناطق أخرى في اليمن على مدار الشهر الماضي ما تسبب بإصابات في صفوف المدنيين في صعدة وتعز والحديدة وغيرها عسكرياً الآن حيث أعلن الجيش الوطني عن سقوط قتلى وجرحة من ميليشيا الحوثيين الإرهابية في معارك شهدتها جبهة الجدافر شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف وقال مصدر عسكري اليمن الشباب إن معارك عنيفة شهدتها جبهة الجدافر الساعة الماضية انتهت بسقوط العديد من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح أضف المصدر أن مطاعة الجيش سادف تعزيزات وتجمعات معادية في ذات الجبهة ما أسفر عن تدمير عربات ومعدات قتالية وسقوط قتلى وجرحة في صفوف الميليشيا وفي الحديدة فتحت ميليشيا الحوثي الإرهابية نيران أسلحتها الصوب فريق هندسي أثناء قيامه بصيانة أنابي بمشروع مياه في مديرية حيث جنوبية المحافظة تزامنا مع قصفها منازل السكان صادر محلية قالت أن الميليشيا سادفت مشروع مياه الخامري وسط المدينة أثناء قيام فريق هندسي بعملية الصيانة لأنابيب المياه وإعادة توصيلها المصدر أوضحت أن هذا الاستهداف تسبب في عرقلة العمل وأحلى دون مواصلة الفريق الهندسي واستكماله لأعمال الصيانة خشة تعرضهم لإصابات بنيران الميليشيا التي انهالت عليهم بصورة مباشرة في شان المتصل اتهمت نقابة المعلمين اليمنيين ميليشيا الحوثيين الإرهابية باستغلال امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية في مناطق سيطرتها لتجنيد أهلاف الطلاب للقتال في صفوفها وكشف مصدر في النقابة عن إعفاء أعفاء الميليشيا أكثر من 2800 طالب في المرحلة الثانوية وما لا يقل عن 2000 في المرحلة الأساسية من الامتحانات ومنح معدلات نجاح تتراوح بين 75-90% بعد انخراطهم في القتال في صفوف الميليشيا مصدر قال إن توجيهات نظرة الميليشيا بهذا الشأن تضمنت إعفاء طلاب المنخرطين في القتال مع الحوثيين من امتحانات الثانوية العامة والشهادة الأساسية داعيا إلى وقف تسييس الحوثيين للامتحانات والتعليم وعدم تحويله إلى رافض للحرب وساحة لتجنيد الطلبة ومنذ العام 2015 يواصل الحوثيون العمل بهذه التوجيهات ويخضعون طلبة التاسع أساسي والثالث ثانوي للمساومة بالذهاب لجبهات القتال مقابل منحهم شهادات نجاح بنسبة عالية أدانت الحكومة اليمنية والسنكرت بأشد العبارات ما تعرض له الأسير القاضي عبد الحجري قاضي تنفيذ في محكمة غرب إبء من تعذيب وحشي أدى إلى وفاته في معتقلات ميليشيا الحوثيين المدعومة إيرانيا بعد إصابته ووقوعه في الأسر في أحدى معارك الجيش الوطني مع الميليشيا الإرهابية في منطقة موريس بمحافظة الضالة وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة معمر الإرياني إن الجانب الحكومي ضم القاضي الحجري ضمن كشوفات تبادل الأسرى والمختطفين التي أفشلتها الميليشيا مؤخرة قبل أن تتفاجأ أسرته بتسليم جثته وعليها آثار تعذيب وحشي حالت دون التعرف عليه أوضح الوزير الإيراني أن هذه الجريمة النكراء ترفع عدد الأسرى والمختطفين الذين قضوا تحت التعذيب في معتقلات ميليشيا الحوثيين لأكثر من 320 ضحية وطالب الإرياني المجتمع الدولية والأمم المتحدة والمبعوثين الدولي والأمريكي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان بإدانة جرائم تعذيب وتصفية الأسرى والمختطفين في سجون الحوثي والضغط على قيادة الميليشيا لإتمام عملية التبادل على قاعدة الكل مقابل الكل تنفيذاً لاتفاق ستوك هولم هذا وكشف المحامي عبد الرحمن برمان رئيس المركز الأمريكي للعدالة أن القاضي الحجري تم أسره وهو جريح قبل ثمانية أشهر في جباة مريس شمال الضالح وتم تصفيته والتمثيل بجثته مما صحب من عملية التعرف على جثمانه نظراً لاختفاء ملامح وجه وقال برمان أن الميليشيا سلمت الحجري جثةً هامدة ضمن صفقة تبادل أسرى وجثث بين الميليشيا الحوثية وقوات الجيش والمقاومة في جبهة مريس بعد أن ظلت طيلة أشهر وتوهم عائلته بأنه أسير وجريح ونقل المحامي برمان عن مصادر وثيقة قولها إن الميليشيا نقلت القاضي الحجري إلى أحد مستشفيات مدينة إب قبل أن يجري نقله وتصفيته وتشويه جسده بمادة الأسيد في مكان احتجازه وشارك الشهيد والحجري في مختلف المعارك التي شهدتها جبهة الضالع وتحديداً جبهة حمك أربقع طبع ضمن أفراد اللواء الرابع احتياط وركن التوجيه المعنوي فيه إلى موضوع انحاء آخر حيث كشفت وكالة السوشيدد بريس الأمريكية عن وصول سفينتي شحن إماراتية إلى جزيرة ميون خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الجاري حسب بيانات تتبع السفن الوكالة أوضحت في تقرير جديد اليوم أن السفينة حوايا وصلت في الأول من يونيو فيما وصلت السفينة نعيمة مرتين في الرابع والعاشر من الشهر نفسه طبقاً للوكالة فنسفينتين قامت أيضاً برحلات متكررة إلى المخى والمكلة قبل العودة إلى الإمارات مشيرة إلى أن السفينتين ترتبطان بشركة خالد فرج للشحن ومقرها أبو ظبي التابعة لشركة ليوى للخدمات المحرية شدد وزير الداخلية لواركون إبراهيم حيدان على أهمية تماسك الأجهزة العسكرية والأمنية وتناغومها مع السلطة المحلية لتحقيق الأمن والاستقرار جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير حيدان مع محافظ سقطرة رمزي محروس اليوم في مدينة الغيظة بمحافظة المهرة وتم فيه مناقشة الأوضاع الأمنية والخدمية في الأرخبيل وفي اللقاء الذي حضره مدير شرطة الأرخبيل العقيد فاز الشطهي أكد المحافظ محروس على مواصلة السلطة المحلية بالمحافظة دعمها للأجهزة الأمنية والعسكرية لتجهيز أو لتعزيز دورها في تثبيت الأمن وعودة السياحة إلى المحافظة أعلنت جامعة تعز عن تعليق الدراسة في كل كلياتها احتجاجا على اعتداء ضابط في الجيش على دكتور رياض العقاب القائم بأعمال رئيس الجامعة وأدانت رئاسة الجامعة في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء حادثة الاعتداء واعتبرتها استمرارا للأعمال التي تستهدف جامعة تعز والعملية التعليمية فيها وقال البيان صادر عن المؤتمر الصحفي إن الجامعة لن تسانف العمليات التعليمية إلا بعد محاكمة المعتدين على نائب رئيس الجامعة وتسليم المتهمين بمحاولة اغتيال رئيس الجامعة واغتيال مرافقه الشخصي بالإضافة إلى خروج قوات لواء الخامس حرس رئاسي من مبنى كلية الطب الذي يستخدمه لللواء مقرا له وشدد البيان على ضرورة حماية الجامعة والعملين فيها والطلاب من أي ممارسة خارجة عن القانون هذا وكانت قيادة محور تعز قد أكدت في بيان على أنها وجهت باعتقال أحد ضباط الجيش لتورطه في الاعتداء على حرم جامعة تعز ونائب رئيس الجامعة الدكتور رياض العقابة وقالت قيادة المحور أن المشتكى به في البلاغ المقدم من رئيس الجامعة الدكتور محمد سعيد الشعيبي سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال ما قام به من اعتداء وفعل مسيء للمؤسسة العسكرية وخارج عن القانون ومنافل الأخلاق والقيم الذي يفترض لرجل الجيش التحلي بها واستنكرت قيادة المحور تصرفات عنصر الجيش في حق الحرم الجامعي ومتسبي وأكدت أن مثل هذه الممارسات تصرفات فردية يتحمل فاعلها المسؤولية الكاملة رغم ما يعانيها ابناء تعز من حرب وحصار تفرضه الميليشيا واضطرار سكان المدينة إلى عبور طرق جبلية وأخرى ترابية وعرة لتأمين وصول الغذاء والدواء إلى أهالهم لأن ذلك كله لم يحرك الضمير الإنساني لدى المجتمع الدولي في واحدة من أكبر جرائم الحرب التي عرفتها الإنسانية تعيش محافظة تعز حصارا خانقا فرضته ميليشيا الحوثي الإنقلابية على السكان منذ ما يزيد عن ست سنوات لا يخفف من وطأة ذلك الحصار الخانق من كل الاتجاهات سوى منفذ وحيد جنوب المحافظة وهو منفذ هيجة العبد والذي بات هو الآخر مغلقا أمام حركة شاحنات النقل منذ أكثر من ستة أشهر إثر تهالكه وخروجه عن الخدمة عمل المنفذ الجبلي والخطر كشريان وحيد للمحافظة التي يعيش فيها ما يقرب من أربعة ملايين إنسان وظل يمدهم باحتياجاتهم من الغذاء والدواء وبسبل الحياة والبقاء حتى بات عاجزا عن الاستمرار بعد أن تهالكت خطوته الإسفلتية وتحولت إلى أخاديدة وحفر عميقة تسببت بعشرة الحوادث المميتة ما دفع الحكومة والسلطات المحلية في محافظة تعز وبعد ضغط شعبي ومجتمعي لإغلاق المنفذ والبدء بصيانته منذ ما يزيده عن ستة أشهر وفي نقيل الصحا كربا الخط البديل الذي أقرته السلطات لمرور شحنات نقل البضاء حتى الانتهاء من صيانة هيجة العبد تزداد معاناة سائق الشحنات يوما بعد آخر بسبب عدم آهلية وصلاحية الطرق الترابية للعبور وتسببها بعشرة الحوادث خلال الأشهر الماضية كما تضرر الأهالي هناك بعد أن باتوا غير قادرين على استنشاق هواء نقي بفعل الغبار المتطاير الذي تصنعه حركة الشاحنات المستمرة هي معاناة إنسانية مستمرة يعيشها سكان المحافظة وكل المتنقلين منها وإليها منذ أكثر من ست سنوات وجريمة حرب تمارسها عصابة إرهابية بحق ملايين السكان وهي إذانة تاريخية لعين الإنسانية الغائبة في المحيطين الإقليمي والدولي عن أكبر معاناة تشهدها البلاد وفي خبر المتصلحة بدأ السائق والمركبات الثقيلة إضرابا مفتوحا لسبب سمرار إغلاق طريق هيجة العبد رابط بين تعز وعدن وطالب سائق والمركبات المحملة بالمواد الغذائية والدواء والغاز المنزلي والمشتقات النفطية طالبوا الحكومة والسلطات المحلية في محافظتي تعز ولحج بسرعة إيجاد حل لمشكلتهم التي مضى عليها أكثر من ستة أشهر مستغربين من استمرار تجاهلهم وعدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة في فتح طريق هيجة العبد أو إيجاد طرق بديلة وآمنة لمرور المركبات الثقيلة غير طريق كربة التي تسببت لهم والي أهل المنطقة بمشكلات كثيرة حذر السائقون من استمرار تجاهل الجهات المعنية لمطالبهم وأن ذلك سيؤدي بعد قرارهم بالإضراب إلى إضافة معاناة جديدة لسكان تعز المحاصرة من قبل الحوثيين منذ ست سنوات نحن سائقين النقل الثقيل معتصمين بنعاقل فتح طريق هيجة العبد لما يعانيها السائقين والمواطنين من رفع الأسعار بسبب عورة الطريق طريق كربة غير صالح الاستخدام طريق راسين نطالب بفتح الطريق ومطلبنا مطلب شرعي نفتح الطريق لنقل المواد الغذائية إلى مدينة تعز لا نطلب ولا أي حاجة غير فتح الطريق الحكومة الشرعية وينهم؟ الطريق مع باقي الزلجة ونحن نندي تحسينات ونندي كوشنات ونندي كل حاجة تظل مبنى اليوم إيقار الكيس الدقيق إلى تعز من عدن إلى تعز ألفين ريال وإذا فكوا لنا الطريق هيجة العبد فيكون ألف ريال الآن المواطن تعزي يحتاج الريال واحد ريال ألف حساب أفاد مسؤولون محليون عن العثور على خمس وعشرين جثة لمهاجرين فارقة قذفت بها مياه البحر قبالة الشريط الساحلي التابع لمديرية المضاربة في محافظة لحج وقال المتحدث الرسمي باسم سلطة المحليات في المحافظة سعدان اليافعي إن عشرات المهاجرين الأفارقة تعرضوا للغرق في المياه اليمنية قبالة الشريط الساحلي لمديرية المضاربة وكان مصدر محلي مسؤول قد قال إن قاربا يقل نحو مائة وستين مهاجر أفريقية وأربعة يمنيين تعرضوا للغرق قبالة منطقة الجحاف في الجهة الغربية من منطقة رأس العارة ونشد أعضاء الجالية الأثيوبية الحكومة اليمنية والمنظمات الدولية انتشال جثث الغارقين مؤكدين أن خفر السواحل اليمنية دفنت جثتين من أصل خمس جثث تم انتشالها فيما لا تزال مئات الجثث في عرض البحر وفي غضون ذلك حذرت مصادر ملاحية في منطقة رأس العارة بلحج من وقوع كارثة وبائية جراء تحلل مئات الجثث للأفارقة الغرقة في البحر دون انتشالها ودفنها وبحسب المصادر فإنه في حالة حدوث رياح شمالية غربية على سواحل المنطقة فقد تكون هناك كارثة وبائية إذا لم يتم انتشال الجثث كرمت جمعية سواعد للتنمية مئة من حملة شهادة الدكتورة من مختلف التخصصات العلمية من أبناء مديرية تارين بحضر موت الحاصلين عليها خلال الفترة من العام 2010 وحتى 2011 بتمويل ككردوس القابضة وخلال حفل التكريم عبر الخريجين عن امتنانهم لهذه اللفتة الكريمة داعينا الجهات المختصة إلى تقديم مزيد من الاهتمام تارين تكرم كوادرها المدينة التي توصف بمدينة العلم والعلماء والحائزة على لقب عاصمة الثقافة الإسلامية يحتفي أبناؤها بأكثر من مئة من حملة شهادة الدكتورة في تخصصات متعددة ما يعزز مدى اهتمام المدينة بالتعليم والبحث العلمي وتشجيعه على المستوى الرسمي والشعبي نهدف من خلال هذا التكريم دعم تحفيز التحصيل العلمي ونشاطات البحثية العلمية لما فيه انهوض بالوطن والمجتمع كذلك الرقيب المستوى التعليمي لأبناء محافظة حفرهود عموما إكراما لطلاب دراسات العليا المتفوقين علميا متفوقون في جامعات داخل اليمن وخارجه يعول عليهم في بناء الوطن ونهضته رسائل حملتها فقرات الاحتفالية المختلفة والتي شكلت دفعة معنوية محفزة وداعمة للحصول على المؤهلات العلمية العليا من قناعة راسخة بأن العلم هو المحرك الأساسي في تطوير الأمم والنجاح في شتى مجالات الحياة من جانب معنوي هي جانب يعني تعطينا حافز كبير جدا لمزيد من التقدم في الحياة وأيضا ألقوا علينا مسئولية كبيرة لهي مسئولية خدمة المجتمع وأيضا مساعدة الآخرين من أجل تحسين أوضاع المجتمع بشكل عام يعني أن هذه الحافز زيادة معنوياتنا وزيادة معنويات الأرجال القادمة حتى تواصل تعليمها وتواصل دراستها العليا فهذا اليوم هو تكريما لهم وتكريما لكل الخريجين ولكل الأبناء محافظة حضربوت وأبناء مدينة تريم ومديرية تريم على وجه الخصوص سنوات من الدراسة والمشقة لكل واحد من هؤلاء قصة معها لكن واقع هؤلاء يكشف أوجه الحرب المختلفة التي ألقت بظلالها على مجمل الأوضاع في البلاد فحتى بعد الدكتوراه ما يزال أكثرهم يشكون غياب الوظائف العامة بينما المحظوظ منهم يعمل بنظام التعاقد في المؤسسات الرسمية والخاصة بثمن زهيد لا يكفي غالبا لتوفير أدنى متطلبات العيش دون اعتبار لمكانتهم العلمية والاجتماعية عبدالله مومن يمن شباب ودي حبرموت الآن ننتقل إلى أخبار الرياضة مع سلام القيسي إليك سلام شكرا لك مروى ومساء الخير لك هشام ومشاهدين إلى الموجز الرياضي حيث صعد المنتخب الوطني إلى تصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2023 في الصين وذلك بعد التعديل الذي أجره الاتحاد الأسيوي لكرة القدم اليوم الأربعاء على نظام التصفيات وكان المنتخب الوطني قد تذيل ترتيب المجموعة الرابعة بعد خسارته مساء أمس أمام نظيره الفلسطينية بثلاثة أهداف نظيفة في ختام التصفيات المشتركة لكأس العالم وآسيا دولي أن قد نجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منتخب بلاده للفوز على المجر في افتتاح مشوار الدفاع علق به في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم بثلاثة أهداف نظيفة ضمن المجموعة السادسة سجل رونالدو منها هدفين وغيريرو هدفا آخر وبتسجيله هدفين أصبح النجم البرتغالي أفضل هداف في نهائيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم بوصوله إلى الهدف الحادي عشر كما أصبح أول لاعب في التاريخ يشارك في خمس نسخ من البطولة القرية لتفوق على بلاتيني الذي سجل أهدافه التسعة في نسخة العام 1984 في فرنسا ولحساب المجموعة ذاتها من كأس الأمم الأوروبية تغلب المنتخب الفرنسي على نظيره الألماني بهدف دون رد جاء عبر الألماني معت هوميلز بالخطأ في مرمى منتخب بلاده عند دقيقة العشرين بهذا الفوز حصدت فرنسا أولى ثلاث نقاط في البطولة محتلة المركز الثاني بفارق الأهداف خلف البرتغال فيما بقي رصيد المجر وألمانيا خاليا من النقاط وبالعودة إلى تصفيات المشتركة لكأس العالم وكأس آسيا قسى المنتخب السعودي على نظيره الأسباكي بثلاثة أهداف نظيفة لحساب المجموعة الرابعة بهذا الفوز حافظت السعودية على صدارة ترتيب المجموعة بعشرين نقطة والصعود لتصفيات الأسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر الفين واثنين وعشرين فيما بقي رصيد أوزباكستان عند خمسة عشرة نقطة في المركز الثاني كما انتزع المتخب الإيراني صدارة المجموعة الثالثة بالفوز على نظيره العراقي بهدف دون رد ورغم الهزيمة تأهل المنتخب العراقي لإنهائيات كأس آسيا والتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم كأحد أفضل خمسة منتخبات احتلت المركز الثاني حيث بقي رصيده عند سبعة عشرة نقطة فيما تصدر المنتخب الإيراني ترتيب المجموعة بعدما رفع رصيده إلى ثمانة عشرة نقطة ختام الموجز الرياضي وبالعودة إلى زملائي في الاستوديو هشام ومروى شكرا جزيلا لك سلام ويبدو مشاهدين أن الموجز الرياضي هو ختام هذه النشرة إليكم الآن أفضل العام تمسكن حكومي بسلام يبدأ بوقف محققين لإطلاق النار وواشنطن تعرب عن صدمتها للهجمات الحوثية الأخيرة على مأره الأمم المتحدة تقول أن هجمات الحوثية تشكل تهديدا مباشرا على حياته ملايين اليوم والميليشيا تقصف منازل السكان في الحديدة وزير الداخلية يشدد على تماسك الأجهزة العسكرية والأمنية في سقطر في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة